بسم الله الرحمن الرحيم زيكم اذا كتره رب تكونوا بخير انا مؤمن وده كورس بسيط من قناة وانهاردة ان شاء الله يكون معاكو في لكتشر 2 بارت 2 اللي هو general examination خلينا النهاردة ندخل في الموضوع على طول من غير اي مقدمات المرة الفاتحة تكلمنا عن general examination وان general examination عبارة عن ثلاث اجزاء او الجزء اللي هو general overview اللي هو نظر عام على الجسم واكلمنا انهم mental status plus ABCD ثاني جزء هو vital signs او العلامات الحيوية بتاع المريض العلامات الحيوية بتاع المريض اللي هو خمسة من لي ولكن انا بعمل فحص في general examination الاربع منهم والرابع اللي هو الخامس اسف اللي هو oxygen saturation بتعمل عن طريق البلس ووكزيمتري الثالث حاجة اللي هو original examination انت بتعمل فحص الباقي اجزاء الجسم مع استبعاد الاجزاء اللي لها local examination اللي هنعرف فحصات زي بعد كده المهم اخر مرة او المرة اللي فاتت يعني شرحنا general overview وعرفنا كل واحدة فيهم بتتعمل ازاي النهاردة هنبدأ في vital signs وممكن ندخل في head examination حسب الوقت بتاع الفيديو عشان ما نطولش عليك زي كل مرة خيرونا الوقت نبدأ باول item معنا وهو البلس 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 او النبض بتاع الجسم عندنا الاول كام سؤال محتاجين نجاوب عليه هو اصلا البلس او تعريف البلس ولكن عشان نعرف تعريف البلس محتاج تعرف هو حصل ازاي فالبلس حصل ازاي انت عارف البلس ده حاجه من الشياء من الهاتف ذاع الكارديو بسكولار سيستم فحنشرح الميكانيزم بتاع الكارديو بسكولار سيستم ماشى ازاي وانت الوحدة كتاعراف في يعني اين باللس يعني انت بتحص ايدك على سواء كان بقي ريديا الأرثري او اي كان الأرثري اللي انت تحص عليه البلس فنعرفهم كلهم دلوقتي هل انت بتحص الصوت يعني انت تحص الصوت الجميل تحسي الدم اللي ماشي جوه الارتري ولا ايه اللي انت بتحسه ده بالظبط فمبدئيا هي مش البلوت فلو هي ايه بالظبط هتعرف في الوقت احنا بنتكلم انت دلوقتي اخدنا الجزء ده من الكارديفاسكولار سيستم تعرف من ده وان ده الليفت اتريم خارج منه الاورطة الاورطة على بداية وهي اسمه اخدنا الجزء ده وخرج على الرسمة دي فانت عندك اللي بره ده كله ده الهارت او بيحصل له كونتراكشن هم يحصل له كونتراكشن هيبوش البلط ويزن البلط بيسل اللي قدامه اللي هو الاورطة اما يبوش البلط في الاورطة اللي هو ضغط دم خارج تحت ضغط او او اقول فلويت تحت ضغط المهم ما يضغط على الول بتاع البلط بيسل سيحصل له ايه اكسبانشن زي ما تفتح القرطون مرة واحدة عشان يخرب فيه مية سيحصل له اكسبانشن هيتنافخ المهم انه حصل له اكسبانشن ممكن تتراجيبها فيزيائية انه حصل التغير في الضغط على مستوى الجدار او change in wall tension التغير في الضغط ده خلق عندي حاجة اسمها wave او خلق بقى ايه؟ arterial wave pulse wave ده بقى اللي انا بحسه ده اللي بتمشي في الجدار بسرعة كبيرة جدا اسرع من البلط وده اللي انا بحسه يعني انت لو جيت تحسيب وقت السيستول هو نفس الوقت اللي بحصل فيه ال contraction يعني انت ما بتحط يدك وتحس البلط هو نفس وقت السيستول فانت دم ما رحيش يوصل من ال heart للمكان اللي انت حطت فيدك عشان تحس البلط هي بتوصل قبل البلط ما يوصل للمكان ده المهم اما بيت خلق عندي wave بتبدأ تمشي في الجدار بتاع الاورتة ثم ال branches لحد ما توصل البريفري بسرعة كبيرة جدا حتى ممكن بالسرعة دي ممكن يوصل ان يحصل لها reflection في اخر جزء اذا ما بيان عندنا هنا في الرسم رفلكشن ده يفيدنا بحاجة زي بعد كده ما نجي نحس ال radial artery ولكن نخليها على جنب دلوقتي المهم هو بيمش بسرعة وصل البريفري ال arterial system to be belbated عشان انت تعرف تحسه بعدين الموضوع ده بقى بيحصل برات معين رات اللي هو النورمال بتاع اللي انا هنقول عليه البالص رات اللي هو طريبا من 60-90 بيت برمنت ويتكرر بشكل منتظم اي خلل في المنظومة اللي احنا كلمنا فيها يحصل ايه abnormality خللنا الوقتي من خلال اللي احنا قلنا ده احنا قلنا حصل heart contraction push blood into arterial system عمل expansion to arterial wall حصل change in tension خلق wave وصلت البريفري عشان ايه to be belbated ده احنا كده جاوبنا على اول سؤال هو definition of balls فانت هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه بس بالعكس في definition قدامك في الورق هو bulbable انت وصلت to be belbated rhythmic بحصل بشكل منتظم حصل expansion of an artery reduced by increasing volume of blood pushed or forced into the vessel by contraction of the heart فهو نفس الكلام نفس الميكانيزمة ولكن قالها بالعكس فهو نهايها بال contraction of the heart معين ده البداية بتاع الميكانيزم وبدأها بالbulbation ان انت حسيته بايدك في النهاية بتاعته المهم ده اول سؤال واحنا جاوبنا عليه واعتقد انتوا فاهمين الدنيا هنا ماشي ازاي ان الامر بسيط التاني سؤال معنا ومحتاجين نجاوب عليه هو site of deduction انا بحس البالسيشن ده فين على مستوى الجسم هقولك على مستوى الجسم انت عندك ادى الباضي بتاع الجسم انت عندك ادى الهارت ادي اسيد الهارت بتاعنا يخرج منه هنا الاورتة اورتك ارش ابدو من الاورتة نزل هنا تقسم له اتنين common iliac كل common iliac بتقسم internal iliac و external iliac ادي عندنا external iliac بيكمد على انه femoral والفمرال وصل هنا عمالة حاجة اسمها بوبلوتيال البوبلوتيال بتقسم يدي الانتيريور تيبيل وكستيريور تيبيل هذا بستيريو تيبيل وورا ينتهي تحت عند البرنتر ارش انتيريو تيبيل قدام يجي هنا يدي له الدورساليس بيديز ارتري الجزء اللي فوق خرج من الاورتة عشان يغز القبر هافوزة بادي خرج منه على ناحية الشمال يخرج منه common carotid يخرج منه subclavian نمشي مع subclavian ال subclavian يجي هنا بقى axillary axillary يوصل في كيوبة الفوصة يتقسم ديليا ريديال والنر الريديال اللي يمشي بالبريفر هنا جنب الثمب وده اللي يهمني دلوقتي انه يهي superficial واجينستبون يعني كلمتين مهمين ريديال ده يهمني ليه وكلكم عارفين انا بحس البلسيشن اصلا في ريديال ده في دراعك عشان حك كلمتين اجينستبون و superficial المهم نكمل فوق مع common carotid بيجينا تقسم internal carotid و external carotid و external carotid فده مستحيل اعرف احسه external carotid بيجي هنا قدام oracle قدام تريغس بنتهي منهم برانش اسمه superficial temporal 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 artery وده نهايته الarterial system هو ده اللي احنا قلناه هتيجي بعد تشوف هنحس الarterial system فين اخده من فوق لتحت فانت عندك hidden neck هتحس superficial temporal يعني ده اللي هو ما انت بتبقى الليلة انتحانة وبتاع وتيجي تنام تبقى حاسه ينبض قدام ودانك بالظبط قدام تريغس لحطت ايدك تاني حاجة common carotid artery common carotid artery احنا ممكن لو قسمناه common carotid نقوله central pulsae لو قسمنا ال pulsae central central متمثل ال pulsae انت عندنا هنا عضلة لو قسمنا نرسم هذا مثلا الاستيرنوم بعدين هنا الكلافيكل بطلع من الاثنين مع بعض عضلة بنسميها استيرنو كلينو مستويد او استيرنو مستويد ماديا اللي هي هنا وصد الكريكويد كارتريج فانت عندك طفاحة ادم او اللي هو ثيارية كارتريج وصده بالظبط لو حطيت ايدك ستشعر الكارتريج عن نحيتين سواء امين او شمال ولكن هناك نقطة هنا نقولها في الاخر او دعنا نقولها دلوقتي انت لا تشعر ان نحيتين في وقت واحد السبب هنعرفه دلوقتي بعدين بعد الكارتريج ونزلين نعدي كده خلصنا لدنك عامة هما الاثنين دول انت بتشعرهم في لدنك بعدين وانت نازل نعدي على الابرلم الابرلم بفيه اسمه اسمه والله انا شفت في داكاترة يقول لك لا تشعر وفي داكاترة تقول تشعر انه تشعر في الناس الرفيعة ولكن انه في شخص وبيسس مشتره ولكن تشعر على البوستروميديا يعني انت لو جبت الارم من ناحية داخل مثلا ده الميديا الاسبكت بوستيريولي تزنق على الهيومرس وتبدأ تشعر بعدين وصلنا عند الكيوبة الفصة الكيوبة الفصة في عندنا عضلة معروفة جدا اسمها بايسبس البايسبس بايسبس تندون هنا تشعر بريكي الارتري هنا تشعر بريكي الارتري بعدين هذا تأسم يعني هنا ميديل ودلاترال سيؤدي لي ألنار ويؤدي لي ريديل ريديل بيفضل ماشي ماشي لحد ما انت تحسي هنا هذا ريديل فانت كده حسينه في الأبر لمب ثلاثة حسين الاول الخصوص الذي كان سابكليفين ثم حسينه بريكيال ثم حسينه ريديل ثم حسينه بعدين سنكمل ننزل على الأول الأول ستقابلك هنا حاجة اسمه الفيمرال أي أننا قلنا إنترنال إليك وإكسترنال إليك الإكسترنال إليك يكمل على أنه فيمرال فتحس الفيمرال فين الفيمرال أنت تعرف هذا يوجد حاجة اسمه جيوبك تيوبيركل هذا طبعا حاجة اسمه انتيريور سيبيريو بينهم حاجة اسمه الإنجوائنال الإنجوائنال في نقطة في نصه هنا اسمه ميد بوينت وإنجوائنال إليك مش منحسه هنا بعدين في هنا حاجة اسمه سيمفسيس بيوبس ما بين السيمفسيس بيوبس والانتيريور سيبيريو سيبيريو ده خط وهم مثلا في نصه حاجة اسمه عملت الرسمة عشان تعرف هنا تحديد الفرق بين الميد انجوائنال وميد انجوائنال سوف تشعر بك الاثنين غير البوبلوطية الأرتري فأنت العيان يبقى ثاني رجله مثلا هنا 45 ونرى الصور دلوقتي وانت بيدك الاثنين تبدأ تزنوه في البوبلوطية الفصة لكي تعرف تشعره ما علينا دعونا نكمل بعد البوبلوطية الأرتري قلنا تقسم عندنا الانتيريور تيبيل وانتيريور تيبيل الانتيريور تيبيل تشعر في المسافة بان هنا عندنا شيء اسمه يعني نتكلم هنا الرجل مثلا ها هنا ميديل مليولوس ونحيات التانية مثلا في الترول مليولوس أو هنا اي اي امكان هنا ميديل تركنا هنا ميديل عشان نشرح عليها كلها في المسافة بينهم هنا يمكنك صور المثلات توجد تتعرف انتيريور تيبيل أرتري ووراء الانتيريور تيبيل تدع تزنوه ووراء الانتيريور تيبيل ده يبدأ يكمل حد موصله اخره يسمى دورثيليس بيديس squared احيث دورثيليس بيديس بيديس اهم واحد في اللورلنبا عمترا هما التلاثة دول مهمين وبتتسالع لهم كتير جدا 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 ولكن الدورسالي سبيديس ده مهم جدا انه وصعب واحد فيهم تحسه يعني ممكن نقول من خمسة إلى خمسة في المئة في الناس عمترا هو مش موجود فانت عشان تفرق هو مش موجود طبيعي ولا الشخص عنده مشكلة فالبرتشين ده مش موجود فانت بتحسه عن حيتي المهم انت عندك ده الرجل هيت مثلا ده صابع كبير بقى صمت ماشي ده الصابع الكبير بعدين ده بقى الصوابع هنا سيحاجه اسمه متفطر سالبونز تمشي مبين الفيرست والسكند لو عملين حرف سبعة تصل لحد نهيتهم هنا تبدأ تحسه تبدأ تحسه فين عند الابيكس بتاع الترايانجل اللي عمل الفيرست والسكند متفطر سالبونز كده احنا كده خلصنا انت بتحس البرتشنز فين في الجسم عمتا سواء كان في الهيدا والنكا أو سواء كان في الابر لينب 3 كده احنا خلصنا كيف تفحصه يعني كيف تضع ايدك لكي تفحص البلسيشن وهذا شيء مهم دعنا اول نرى الصور كما قلت لك هذا البوبلوتيال يجعل رجله 45 وحاول يحسه بيده الاثنين الدورساليس بيدس مبين الفيرست متاثرسل وستيجن متاثرسل حرف رقم سبعة عند الابيكس تبدأ تحس البستيريورتيبيال تبدأ تزنقه وراه البريكيال التندن في البايسيبس الفيمرال في المدينجوينال والانتيريورتيبيال وانه في المسافة بين الانتيريور ماليولاي بعدين كيف تشعر كمثال تحسره على الريديال و هذا الأهم و هذا اللي تسأل عليك في المتحان ومنه تبدأ تنطلق لبقى الاسئلة كما تدعين عندك في الصورة هنا وممكن انت تعرف انت تحسر الريديال بثلاث صوابه ولكن انت لا تشعره بالبالمر سيرفس يعني انت لا تنايم صوابعك على ايده انت يجب ان تبس وكل صابع من دول اصلا اللي اهم اياه يعني انت هتبص هتقول لي الصابع اللي بروكسما اللي ده مثلا بيعمل ايه ده انت بتضغط بيه ضغطة بسيطة الصابع اللي دستل انت بتضغط بيه جامد حسن في اي بلد برجر اي بالسواف آسف جاي من وره جاي من وره لان انت زي ما بين عندك هنا في الصورة ماشي زي ما بين عندك هنا في الصورة انت عندك بعد ما ده طبعا ده الريديال وهنا الالنر الاتنين بيوصلوا في الاخر ويحصل ما بينهم كلاتر السيركوليشن ويعمل لي دورس الارشز وارشز والكلام ده كله سورفيشي الوديب والحوار اللي انت خدتوا في الاناتهم ده كله انت عارفوا اكتر مني المهم بلاس انا بيحصل فيه زي ما قلت لك من شوية بحصل رفليكشن للبالس ويف هو البالس ويف بتاع الريديال ممكن توصل الاخر ويحصل لها رفليكشن فهي راجع من هنا تبدأ انت اي تحسها فهتلخبط معك وانت بتحس الريديال ما تعرفش تعد البالس تحسها اثنين الدنيا تبقى بويضة فانت مش تعرف تعد ولا تحسب هو ريجلر ولا ريجلر والحوار ده كله المهم فانت ده طبعا لحظة سبعين ده غلط انت هتحس بثلاث سابع اذا ما قلنا بالتبسو في فينجر وفي بوينت كمان لازم هنأكد عليها دلواتي وهنشوفها في فيديو ان شاء الله انت التلت سابع دول اصلا بتوعين انت بتحس العين في يدو الشمال هتحس بيدك اليمين ليه؟ هعرفك دلواتي المهم انت ده اقولنا ده بيعمل ايه؟ ده ديستل بيقفل خالص البروكسمل بيعمل عشان يعمل تربيناس في البلوت فلو اه اللي في النصه ده بقى اللي انت بتحس بيه بتحس بي البالس فانت بتقعد بالبروكسمل تقعد تقفل وتفتح كدر حتى ما تحس البالس كويس وبعدين تثبته فتحس البالس بالمثل انت لو جربتها على نفسك جربتها حتى تجد الموضوع بسيط يعني وانت ما تسيبهم كده قال لك مفيش ما بينهم جاب وقولنا بالتبس بوف زا فينجر وبالكنتر الهند انت كده عرفت ازاي تحس البالس بعد ما تحس البالس انت بتحس البالس هتعلق على اكتر من النقط المفروض هم عشرة نقط بتعلق عليهم ولكن على مستواج دلواتي انت زي ما قلت لك انت لو فتحت اي كتاب جاءت تذكر منه انت فاضة كبيرة جدا انت مش تفهم اللي فيهم ولو فهمت فانت بتصعب الموضوع على نفسك جدا فانت هتكتفي باول نقطتين يعني اول نقطتين دول اللي على قد مستوى كنت مطالب بهم ولكن انا بقول لك ان في عشر نقط انت بتكومنت عليهم في البالس عشان بعدين ما يجي يقول لك في عشر نقط انت بتكومنت عليهم بالبلس ما تتخضش وقته تقول ده هم قالوا لنا نقطتين بس لا هم عشر نقط وهقول لك حتى لو انت دخلت في امتحان وحد قال لك كومنت كامل على البالس الموضوع اسهل مما انت متخيل ولكن شرح كل واحدة فيهم هو اللي فيه مشكلة فريت والبالس زي ما احنا قلنا هناك في الميكانيزم بتاع البالس بيحصل ازاي اصلا قلنا هو بيحصل بريت من ستين تسعين بيت برمنت ويحصل بشكل اي ريجلور فده الطبيعي ستين تسعين بيت برمنت ويحصل بشكل اي ريجلور يعني يعني الفورس والتنشن والفوليوم انت لو جدت كومنت عليهم اتقول الابريج الكنديشن وزويس الوول او حالة الجدار بتاع الارتري هتقول عليها نورمل والنورمل على الفكرة هي لو انت حسيت هيبقى فيه مشكلة وبتتحسف مرضى او مرضى تصلب الشرايين او مرضى السكر هصل عندهم مثلا يعني انت حتى لو جيدت تقرى من اي كتاب انا ممكن اقول لك تقرأ كلهم بس انت عن هذا الاسم معلش ما تقرهاش يعني مش هتفيدك في حاجة ده ما بدين ولكن انا اقول لك على نقطة واحدة فيها دلوقتي عشان كانت في الكلابينج وانا اقولت لك سيفها دلوقتي المهم هنجح على انت متحسس البلس على يمين والشمال هل الاثنين زي بعض ولا فيه فرق طبيعي انت تقول طبيعي طبيعي الاثنين زي بعض هنقول ايه ايه كوال امبوس سايد انت بتقارن عن احيطين كده كده انت انت بتخبض جامد بنسمى ايه باوندنج او لا اسمي تاني اسمه ووتر هامر ووتر هامر بلس هذا يعني Romans لدينا ن bewيلة لانós نتيجة انه الفرق بين سيستوليك بلود بردجر وديستوليك بلود بريجر تعالى وانت عارف من ايام انه قاد loh انه باوندنج سيستول وديستول filed اسمه socialist كل لفرق بين استيستول والديستول وعليه او Tulpan باونده انه م zoning هناك في الكلوب وانت محتاج تعرفه ده كان موجود في الـ Central Sinusis آسف كان في الـ Central Sinusis نحن لسه لم نأخذ كلوب كلوب هو اللي لسه موجود هناك برضو مع الـ Sinusis ولسه نوصل له إن شاء الله فده كان موجود تبع الـ Sinusis المهم فهذا اسمه عكسه اسمه نارو هذا اللي بيحصل مع من مع الثاني اللي هو الـ Peripheral Sinus اللي هو بيحصل نتيجة انه في الـ Peripheral Circulation فالفرق بين السيستول والديستول اعتقد انتوا فاهمين الجزء ده كويس يعني انت كده عندك الريتوريتم ده ها نشرحهم لسه تاني اصلا الـ Force والتنشان مش محتاج تركز عليهم الـ Volume هو الفرق بين السيستول والديستول واما بيزيدهم عليه Big Bults Volume ويبقى اسمه Bounding Bults اما بيقل منهم عليه نارو اما بيزيد بيبقى Big Bults Volume بيحصل مع Central Sinusis نتيجة انه في الـ Peripheral Circulation بيزيد الفرق بين السيستول والديستول اما بيقل بيحصل مع الـ Peripheral Cyanosis نتيجة انه في اصلا في الـ Peripheral Circulation من عليه ايه نارو بلس فوليوم بس ده اللي انت مطالب بي واحدة من الـ Special Characters على فكرة هي الـ Water Hummer Bults فانت كده اخذتها في الـ Volume وفي الـ Special Characters قلنا ايه الـ Peripheral Balsations على مستوى الجسم اللي احنا كلمنا عليهم سواء كان عندك في الـ Heedon Neck والـ Upper Limb والـ Lower Limb ولكن انت مثلا لو حسيت الـ Radial هل انت محتاج تحس الـ Prechial والـ Axialial لكي تقول ان الـ Intact Pulsation في الـ Upper Limb طبعا انت طالما الـ Peripheral سليم يعني انت حسيت الـ Radial وليته سليم مبدهيا كده اللي قبله كله سليم وهكذا في الـ Lower Limb انت لو حسيت دورساليس بيدس وحسيت الـ Anterior Tepial حسيت الـ Posterior Tepial لاتهم سليم انت مش محتاج تحس الـ Poblothial ولانت كده كده اتأكدت انهم سليم خلاص ولكن انت لو حسيت دورساليس بيدس ولاتهم مش محسوس تحس الـ Anterior Tepial وبعدين لاتهم محسوسين كان بها لاتهم مش محسوسين تطلع على الـ Poblothial لحد ما تلاقي الـ Cut-off بتاعتك في الـ Cut-off يعني انهيه انت حسيت عنده التواف عند الـ Poblothial اللي يبقى الـ Poblothial اللي تحت كله مش موجودين ولكن انت ضمنت كده كده اللي فوق ايه موجودين ودين نوطة تانية ممكن ان تعرف من خلال هل الدورساليس بيدس بيدس اللي مش موجودة هل مش موجودة هل مش موجود لانه اختلاف او variation ما بين الـ Poblothial زي ما قلت لك من 5 الـ 15% عندهم الدورساليس بيدس مش موجود فعرفت من ايه انت متحس الـ Anterior Tepial سلام فدي جزء يوضح برضه انت لديهم مش موجودين يبقى انت عندك الـ Poblothial circulation كلها بايزة فانت يبقى الغيب عنده او مش موجود عنده دورساليس بيدس ده عنده مشكلة هذا بتحصل اكثر اكثر في مرضى الـ Diabetes وهذا اول حاجة تتعرض له ان شاء الله سمسطر 6 تقريبا في الـ Diabetic food او مرضى السكر عندهم مشكلة في الـ Poblothial circulation دورساليس بيدس ده مش موجود تقريبا عند 90% من الحالات انت ستدخل عليها في متحان العملي تقريبا عندهم دورساليس بيدس انتكت مشتر فتحسه وما فوقه ممكن تحس الانتيريو تيبيل او بستيريو تيبيل او لا نتيجة انهم عندهم مشكلة كده خلصنا نقطة الـ Poblothial circulation ابيك البلسيشن ده مش مش بتتعامل ولكن هي بتفرنا بين حاجتين اه هتعرفهم بعدين ولكن ابيك البلسيشن ده بتتعامل ازاي ده اللي هميني انت بتحسه عن طريق انت بتجيب الاستيسيس كوب او السماع وبتحس البلس مباشرنا على الهارت بتحطه على الابيكس بتاع الهارت انا عرفها في Cardiac Examination فين الابيكس ده وتحس وتعدي البلسيشن وتقارنه بالبلسيشن اللي انت تحسه في البريفرال circulation المهم كده انت عرفت ان هم ايه اه تين بوينتس انا بعلق فيهم على البلسيشن او اللقطتين هم المهمين والبقى اذا ما انت شايف ثريت قلنا النورمل بتاعه من ستتين لتسعين انت بتعديه لو انت ماسك دراع او بتحدي البلسي وليتو ريجولر هتعد في نص دقيقة وتضرب في اثنين او ليتو ريجولر لازم تعد في دقيقة كاملة وتقوله هم كان بالظبط فيه ابنرماليتس بتحصل ولكن عشان نفهم ابنرماليتس تحصل ازاي هم الاول ان انت لو الريد ده زاد فبنتسميه تاكيكارديا لو قلل بنسميه ايه براديكارديا انت عندك مبدايا البلسي بيبدأ الموضوع ده كله انقباض الهارت والصائك الكلاب تبدأ من السينود اللي نسميه باسميكروف ظهرت فالمهم السينود ده اصلا اندر كنترول واندر كنترول والثيرويد هرمون مثلا والكاتيكونامين فانت عشان البلسي يزيد فانت محتاج ان الدستشارج السينود ده هيزيد هيزيد امتى وهي اللي امتى حسب الحاجات المؤسرات اللي اجايا سنناتكلم لأول تاكيكارديا سوف نتكلم لأولا لو تاكيكارديا هلنا نورما 60-90 و60-100 تفرق من دكتور احنا سنتكلم لأولا تاكيكارديا هي اكتر من مية تزيد لو كان سينود سينوستك زايد مثل الحالات اموشنال او حالات الانجارية او حد يلعب قورة او حد يجري او حد يلغب ويجري او حد يضعو بسرع في حالات أدوية زي الادرنالين سين باسوميميتك مثل الاتروبين وهو باراسم باسوليتك بيقفل البراسميستيك سيستم فالسماستيك سيعمل أكثر يعني وقفل ده الاتروبين ولكن ده بيعمل أكثر في حالات الهايبر سيروديزم برضو حنونا السيرويد أصلا بنشط كل حاجة في الجسم فهيأتي هنا وهيأتي في الاسبيريش هنأتي في كل جزء أو أي حاجة بيأتي على السيرويد بنشطها هيفضل لدينا حاجة اسمها الهايبوفوليميا يزود الهايبوفوليميا برضو بزود الهارد ريت لأنه نفس الميكانيزم اللي احنا المرة اللي فاتت عشان تحافظ على الـ Blood pressure فانت عندك الـ Volume L والـ Volume يعني Cardiac Output يعني Struck Volume كل دول تحت مسمى Volume الـ Volume دم L فانت عشان تعوض الـ Volume اللي قل يزود الهارد ريت ممكن نضرب لها مثال كده عبيط مالوش لازمة يعني انت مثلا هنتكلم هنقول مثلا عندك ايه عشر طباط يعني ضربهم خمسة وضربهم في اثنين دول عشر عايز تنقلهم النقطة ايه للنقطة بيه حلو وانت عندك خمس عمال اين ثلاثة اربعة خمسة خمس عمال انت محتاج تنقلهم فين في عشر سوائن عشان تلبية احتياجات النقطة بيه المهم فكل واحد فيهم بيشيل اثنين وبنقلهم في خلال عشر سوائن يعني كل نطوبة مثلا نقلها في خمس سوائن المهم الوقت انت عندك كم عامل انت عندك يمعلم عندك عاملين بس ومحتاج برده تنقل نفس العشر طباط من ايه لبيه في خلال ايه العشر سوائن فكل واحد هيروح ويأتي بسرعة جدا بحيس انه ينقل كل واحد فيهم من الخمس طباط في بدل ما كان منه للطوبة في خمس سوائن ينقلها في سينيتين المهم هو كل واحد فيهم كده الريت بتاعه زاد نتيجة ان الفوليوم بتاعهم ايه قال هي نفس الميكانيزم السواف همت من دي سواف همت من دي فالموضوع بسيط يعني المهم فحنا كده اتكلمنا على اسباب بتعمل تاكيكارديا وعكسها على اسباب بعمل براديكارديا اللي هو في الرياضيين عم مثلا انت عارف في الرياضيين عندهم سماساتك اكتيفتي قليل في بعضهم الهارت ريت قليل واحد نايم في البراث سيمبستيك هو الشيغال في الهايبوسيروديزم معكس الهايبوسيروديزم الابستركتف جوندوس بحيث ان البيلوروبين نفسه اصلا بعمل انهيبشا لليس سينوت يعني هو البيلوروبين بيجي هنا ويعملها انهيبشا فيقال الديس شارج اللي خارج منها في حصل ايه براديكارديا فيه ادوية بقى انتخطهم نفس الادوية انت كنت خطهم في علاج الهارت فيرير او ايا كان في الفارما اللي هو البيتا بلوكر اللي بتقفل السيمبستيك الكالسامتشان بلوكر بتقفل الهارت الديجيتاليز برضو بيقلل الكوندكتيفتي في الهارت فبيقلل البالسيشن لانهو بيجي هنا بيشتغل عند الافي نود وبيقلل النقل هنا ويزود المصر كنتركشن والموضوع ده كله مش محتاج تعرفه يعني انت دلوقت كده هيجي عليك بعدين المهم انا بقول لك عشان ما تجد تحفظهم انت بفهم الديني ماشي ازاي ولكن حافظهم بسهل اصلا انت عندك البرادية والتاكيكاردية يحصلها عن طريق ثلاثة بيز الفيسيولوجيكال او بصولوجيكال او فارماكولوجيكال ممكن واحدة كل واحدة فيه مصلا تسميها ساينس تاكيكاردية او ساينس براديكاردية بالنسبة لأسباب دي لو انها ريجولر فانتخلها اي ريجولر تبقى ساينس تاكيكاردية المستين اكتر من مية الاثليتز زي ما قلنا يا كده كده عندهم السيمستيكتيف تولاية دورينك سليبر استمباساتك هايبوس هيروديزم هيرمونيل ابستركتف جوندوس البيلوروبن بعمل انهيبشن الاس سينود بيتا بلوكر وكالسام شانن بلوكرز وديجيتاليز الأدوية اللي هي بي سي دي اللي استخدمناه في علاج الهايبرتنشن كان معهم الاس انهيبتر ولكنه ما بعملش براديكاردية التاكيكاردية العكس اموشن اكسرسايز اوتوسمستيك اكتيفتي هايبوس هيروديزم نفس الكلام هايبوفوليميا شرحنا الميكانيات من بتاعته ادرينالين واتروبين اوحد بنشط السمبساتيك اوحد يهبط الباراسمبساتيك ثاني نقطة معنا الرتم وهو يحصل بشكل منتظم فطبيعي انه يحصل بشكل منتظم لابنورمل هو يحصل بشكل غير منتظم غير منتظم ده برده لا تفاصيل ولكن لو قبلتك برده ايه ما تركزش عليه ثاني نقطة معنا واتمنى ان نكونش طاولنا عليكم في البالس يعني هي ايه برده في كزا نقطة في البلات بريجر محتاجين ان نفهمها الاول يعني البلات بريجر عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن سيستوليك وديستوليك بنفس الرسمة اللي انا لسه شايفينها فوق مش عارف احنا غالبا غالبا مش فنهاش بس هنرجع لها تاني اه دي احنا احنا مشرحناش الرسمة دي حلوة يعني المهم بها تنطبق الرسمة في الناحيتين سواء كم في البالس يعني دي البالس ويفي اللي احنا عدنا نتكلم عليه وبتاعنا موراتها الكاش فالمهم انت عندك اللي هنا ده دي اسمه سيستوليك فيز ولكن انا سيستوليك بلات بريجر اللي هو اقل قيمة للبلات بريجر تحت تطلع فوق هنا هيبقى سيستوليك بلات بريجر ده على قيمة الجوزة ده هو سيستول ده منعليه بركشن فيز ده منعليه طايد الفيز ولكن مش مهم بالنسبة لك تحفظ الكلام ده المهم ان ده حصل نتيجة تم حصل اكسبانشا للول بتاع البلات بيصل بعدين بدأ اللي نتيجة ان البلات بدأ يخرج وبدأ البلات اللي خارج من الهرد بدأ يقل بعدين هنا تقفل اللي اسمه الاورتك فالف اما تقفل الاورتك فالفالف يزود بريجر جوه الاورتك بشكل بسيط فزاد ومنزل ثاني حتى تسمى ايه بعدين بدأ ينزل لحد ما وصل لديستوليك بريجر بعدين هيرجع يزيد ثاني بنفس كيفية بالضبط عشان يحصل بشكل ايه اريثميك او ريجل المهم اعلى قيمة وصلها هي استوليك بريجر اللي هو النورمال نتعرف انها من 100 ال140 واقل قيمة وصلها اليد استوليك بريجر اللي زي بانتعارف من 60 ال100 ده النورمال بنائس ازاي بقى الضغط يعني اعتقد اغلبك واكيد الاول مداخن الكليئة والحاجة عملها انه وقاس الضغط يعني ده مبدئين ده جهاز اللي انا بنائس على الضغط اللي هنالليس فيجمومانومتر سواء بقى خطوه في سيولوجي خطوه فنحن هنشرح برده بطيسه ازاي انت دي اسماء ايه قف انت بتحط القف تقريبا 1 انش يعني دي عندها كيوبة الفصة فقه 1 انش بتلف القف لازم تبقى قف مناسبة على درايا المريض يعني انت اكيد عارف او لو مش عارف اديك عارفت كل درايا بحجمه كل ليه قف منفعش تاخد القف بتاع الكبار اللي هو حد اوبيز اللي موجود عندنا في مستشفى الكارديو مثلا ترح تيس بقى الطفل لقى الاطفال اللي هم قف مناسبة ليهم بحجمه مناسب ليه المهم انت ابلاي قف بحيس ان الخراطين بتاعتها بتبقى ميديل ليه بتبقى ميديل عشان م Uganda في الORE و اوبيز اللي هاتف بالونات قôle المهم بعدين بدأت تنفخ تبدأ تنفخها لحد فين يعني انتهت تفضل تنفخها لحد ما توصل الاحifiques لا. فليỏ عمدنا في الاياس شمال ايسو اسم spectacular pg و عند قSe وبHa where Similarly absは المهم أنت تستخدم الطرقتين وانت بقيس الضوم ثم تبدأ تنفخ بالبالب طبعا افلت الفالف وفتحت الميركري في الجهاز تبدأ تنفخ وانت ايدك على الريديال بالسيشن مثل ما اتفقنا فوقه بالثلاثة فينجرز بالسيشن تبدأ تنفخ 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 لحد ما تبقى مش حاسس البالسيشن انت بقيت مش حاسس البالسيشن يعني البالس سويف ما عادتش بتوصل هو ده المكان اللي وصل عنده الكلام ده اسمه سيستوليك بلوت بريجر ولكن انت عشان تتأكد فانت بتفضل فوق مثلا عشرين وبعدين تبدأ تنزل ثاني ان انت بتبدأ تفك دي وهنا بشوفها برضه في الفيديو دلوقتي اما تفكها وتنزل لحد ما اول ويف هتسمعها ده اللي هي ايه سيستوليك بلوت بريجر وتفضل تنزل 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 مع شوية اصوات كده بتي تفصل في النص سنعرف اسمهم دلوقتي لحد اخر صوت بتسمعه اللي هم نقول عليه دايستوليك بلوت بريجر المهم يعني انت كده يستفضغط ولكن هتيت تسقالين ما انه يجب العراف له ؟ ايص ved elskpoint three اقول لك عندي نقطتين ق controversاء حمل اول نقطة هي اسكلتاتري gab اسكلتاتري gab اسكلتاتري gab هي ELLRO بعدين هنطلق اسكلتاتري أول نقطة اسكلتاتري gab Kyle gab جزء كده في ملأ صوت بي عنده Shore هذا يحدث مع الناس الذين لديهم جامل في مرضى الأسيروس كيلوروزيس أو كالسيفكيشن في حالات الضيابيت هو الذي يحدث لديهم هذا السكالتاتريجاب هذا السكالتاتريجاب لا تستطيع سامع ولكن انت حساسه هذا السكالتاتريجاب فهي جاب لا تسمعها فكذا انت تجانب الموضوع تفضل تطلع بالباتريج لحد ما تصل هنا هذا السكالتريجاب ثم تطلع فوقه 10 إلى 20 ثم تبدأ تنزل أول صوت تسمعه هو السيستول ثم تبدأ تنزل في الميركري لحد آخر صوت تسمعه سيقول السيستول الحتة في النصر أيضا يحصل فيها تغييرات يعني أنت الصوت لا تفضل ثابت وانت ماشي الصوت تفضل تتغير وانت ماشي كورتاكوف ساونز كورتاكوف ساونز يعني كان دكتور ناجي لو أحد فيه كان يسمع دكتور ناجي في فيسيولوجيا كورتكو لأن كان هناك صوت شابهه برضو وهي كان هنا يقول لك كورتكو فهي كورتاكوف ساونز المهمة كورتاكوف ساونز هم عبارة عن 5 فيزس انت بتعد عليهم وانت ماشي وانت بتسمع أول صوت بتسمعه هذا يبقى عبارة عن صوت تاب انت أول من حاجة سمعت بصوت عالي شوية تسمعه فجأة فهو جاي عليه التاب بقى هنا تاب فجأة فجأة تسمعه تاب مرة واحدة جات كده ثم صوت ملخبط ملخبط لديه مرمرش يعني حاجة عدت في مكان دا بشكل مش منتظم يقول له مرمرش فهو مرمرش هنا ثم الصوت سيبدأ يعله بشكل منتظم احنا هنقول عليه شارب تابينج ساونس او انكريز انلاوندنج انهم صوت ايه بيبدأ يعله في الحجم بتاعه او في الصوت بتاعه يبقى مور لاود بعدين يبدأ يقل 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 لحد ما يجي عند النقطة يختفي فهو دي الخمسة فيزس اول فيز هو كان صوت تابينج ساوند دا اول واحد انت سمعته اللي هو بيعبر عن التاني صوت هو بيرميرك او حاجة ملخبطة نتيجة ان البلاط بيعاد في مكان دا ثالث صوت هيبقى هيفضل الصوت يعله يعله لحد ما يوصل عند مكان ما خلاص هيبدأ يقل اللي هو يفضل يعله يعله دا اللي هو فيز ثلاثة بعدين هيبدأ اللي هو بيقل دي فيز اربعة لحد ما اول ما كان يختفي اول ما يختفي انت كده بدأت في فيز خمسة واللي هو دا بيعبر عن الديستوليك بلاط بريج تا كده عرفت السيستول وعرفت الديستول وهذا الهدف من الحوار دا كله هنا سجلنا ماشي الديستوليك في بعض الحالات بقى ممكن تكتوب انت على جنب كده كن بي مهمة انت في بعض العينين انت عشان لقابلتك بس انت بتيز ضغط الحد ممكن تفضل تنزل 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 لحد ما توصل الصفر وصوت مش بيختفي وانت عملت اسمع بالسماع دا يبقى ايه انا كده وصلنا لفيز 5 لا دا اصلا لديه فيز 5 بعد المرضى زي مرضى الاورت كرجيرج يعني ايه اورت كرجيرج انت عندك هذا الهارت وهذا يبقى خارج عندك الاورتة فعندنا الاورتك فالف الاورتك فالف دا يبقى مثلا كده مفروض لما الهارت يخلص ستول يبدأ يخش في داستول فده هيقفل والتانيين هم اللي يفتحوا اللي هم التريكاسبيد الميتر مفروض دا يقفل ولكن في مهاردة الاورتك ريجيرج يعني يفضل فيه جزء منه كده بيصرر فيفضل فيه دايما فيه بلد بيرجع البلد هو عمال رايح ويرجع بشكل مش طبيعي فيفضل الضغط يقل لي 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 وانت ستلسامع صوت فانت مش توصل للصفر يعني انت مش تقول انت ضغطك مثلا 120 على صفر لا انت ساعتما الصوت يبدأ يقل وبعدين هينتزم اخر مرة اللي بقى ديت يعني انت تحتاج تقسها اكتر من مرة عشان تعرف توصل للرقم ده هو ده بنحسيبه الديستوليك بلد برجر ولكن الديستوليك لا يوجد صفر كده هنخلصنا الموضوع ده انا كتب لك بس الارقام زي شخص مريض ضغطه الكلام ده كله عشان لو احد سألك فيها او لنفسك عمتا انت عارف ان الطبيعي بني ادم دايما من اعلى 120 ل80 ولكن مفيش في الطبع عمتا رقم واحد دايما منحطها وزين افريج فانت ما بين 100 ل140 مثلا في السيستول وفي الديستول مثلا من قول من 60 ل100 فانت ولكن الاوبتمال بالنسبة لك هو تحت ال120 في سيستول ده عندنا هنا هو الديستوليك بلد برجر وهنا الديستوليك بلد برجر وانا يعني ممكن تضعها انت جنبك كده على جراف زي ده وانت بتذكر المهم اقل من 120 ده الاوبتمال يعني ده ده الشخص اللي هو تمام التمام اوي وتحت تحت 80 فوق من 120 ل130 ده يعني ايه ده نورمل يعني ده ماشي اه بعدين بعد 130 ل140 ده انت كده ايه ده الهاي نورمل يعني احنا قلن تحت 120 ده اوبتمال بعد 120 إلى فوق ده بنقول عليه ايه ده ده اله نورمل بعد 130 ده بنقول عليه Na ir takes of 140 to naft التي الوقت تزاوز 10 120 130 to energy على العكسập التحريف ايضا 5 ولكن التحريف اقلية 180 وطبع رقمين Myst 120 Num temal 130 to 80 normal 140 to 90 هذا النوع الكثير هذا قد تحليف من الكلام ولك지도 اغلق على سaluوق يقلل الملح في الأكل يمارس رياضة هذه الأشياء ولكن لا يحتاج أن يأخذ علاج المهم فوق الـ 140 على الـ 90 سيكون لديه مريض و لديه جريدز تبدأ تقسم بها الـ mild model ولكن على الأقل تبعرف أنه فوق الـ 180 إلى 120 يجب أن يذهب إلى المستشفى لأنه يجب أن يفعله و يجب أن يحتاج علاج سواء كان IV أو أورل لكي يضبط حالته المهم كده عرفت الـ classification والأرقام فهمت الأرقام أو لم تفهمتها أتكد أن أقول لك لنفسك يعني لا أعتقد أن هناك أحد يمكن أن يسألك فيها في هذا السن ثالثة نقطة معنا ونحن عليها الـ respiratory movement أيضا نحتاج أن نشرح كيف حصلت أنت لديك respiration الـ respiratory center الـ respiratory center يخرج منه نيرف نيرف يروح يغذي الـ respiration الـ diaphragm 80% والـ intercostal muscles الـ diaphragm ينزل إلى تحت والـ intercostal muscles يتوسع الـ chest سيبدأ يحصل بعدين بعد الكلام ده كله بيحصل مع التمادل تعليف يولاي بحفز الـ receptor الـ receptor يروح يقوم محافظ الـ respiratory center يوم واقف أما الـ respiratory center يوقف يقوم حصل الـ expiration بحصل نتيجة الـ elastic recoil لا يحتاج إلى مصر ذي في العادي بحصل باسف الموضوع ده بيفضل يتكرر يتكرر بشكل منتظم بـ rate منتظم اللي هو الـ rate looking cam والله هيختلف ولكن انت عايزك تثبت عندك رقم مثلا 12 الـ 18 هتروح الـ chest يقولك up to 20 كل حد بيقول رقم ولكن تثبتها انت 12 الـ 18 كما كتبنا هنا انا كتبه لك 12 الـ 20 ولكن انا كتبه لك 12 الـ 18 يعني لوحد زي انا اقولها 12 الـ 18 لوحد قالك وسعها شوية يقوله 12 الـ 20 فمش فرق ولكن هو الـ optimal 12 الـ 18 كما قلنا الـ optimal في الـ Blood Bridger الموضوع ده بما ان الـ Inspiration يحصل الـ Inspiration اكتف يأخذ تلت الوقت الذي يأخذ الـ Inspiration يأخذ نتيجة الـ Elastic Recoil فانتا تحصل عن طريق نيجة تستخدم مصل وانتا تحصل عن طريق نيجة فده واحد لثلات الـ Inspiration يأخذ وقت اقلي بكتير من الـ Inspiration كده انت فهمت الميكانزم ولكن ما تهمنيش كتير على قد انت تفهم فيه عندنا الـ Inspiratory Center هذا الهدف من الموضوع كله هذا يؤثر على حاجات ما الذي يؤثر على الـ Inspiratory Center ينشطه مثلا وانتا تصميصاتك كما تصميصاتك نشط ايه حاجة فيهور تزود الـ Heart Rate لو لم نكن قلناها في التاكيكارديا الفيفور سبب مهم جدا من أسبب التاكيكارديا اي حد يحصل عنده فيفور تاكيكارديا الفيفور يعمل تاكيبنية تاكيبنية هو وزيادة الـ Spiration فعمل التاكيبنية في حاجتين أساسيين وهو الاسيديوزيس ما يريدك تثبيتها في دماغك الاسيديوزيس يهبط كل شيء في الجسم بعد الـ Spiratory Center ينشطه على عكس الـ Alcalosis الـ Alcalosis ينشط كل شيء في الجسم بعد الـ Spiratory Center يهبطه بمعنى مريض الاسيديوزيس يصل في المصل لمرحلة نوع لا يستطيع التحرك الـ Alcalosis على الـ Alcalosis يمكن أن يحصل له شيء مثل تيتنيا ويضع الـ Convulsions على مستوى الـ Alcalosis على مستوى الـ System في الجسم كلها الـ Alcalosis يهبط كل شيء في الـ Respiratory Center يحصل له الـ Alcalosis على الـ Alcalosis نفس عكس الحاجات التي تنشط الـ Respiratory Center أولا يقولنا الـ Alcalosis ثاني يبقى سمبساتك بقى سمبساتك ثالث حاجة هي في عندنا حاجة الـ Drugs في عندنا الـ Drugs تهبط الـ Respiratory Center يعني مش عارف عد عليه كله ولكن المورفين المورفين من أشهر لدولة بتعمل Respiratory Depressions وده من أخطر Side Effects والالكوهول الـ Respiratory Center Depressions على بعضهم دول اسمهم منهم يخش معهم بقى الحاجات الـ Antidepressant والكلام ذا كله و الـ Depressions and Respiratory Center مثل الـ Benzodiazepine و الـ Burbiturate المهم هذا الـ Rate قلنا نحصل بـ Rate معين يحصل بشكل منتظم فهذا الـ Rate يحصل بحجم معين يعني الـ Depressions يحصل بمقدار معين فالمقدار ذا يسمى Depth Depth ممكن يزيد وممكن يزيد في نفس الحاجات التي تزود الـ Respiratory Rate يعني في الحاجات التي تحتاج هوا بشكل فضيع وممكن يقل في حاجات التي تأتي تعمل Expansion ما يعمل الـ Drive أو الهيلة يعمل تأتي 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 بعد ان تأتي تأتي تسكن اتفر كده يرجع شوف المهم تربوبني عامة انت ما اصلت لهاش المهم فابر اسمه بلورزي برد لفيه بلورزي ويجي يحصل اكسبانشن للانج يحصل بين يوم في يوم رايح للرسبراتوري سنتر له وابدأ ايه سايكل جديد في يوم بدي سايكل جديد كده انت فهمت الميكانزم عامة انت عندك رسبراتوري سنتر بيحفز المصل المصل تبدأ ايه ؟ نسبايريشن على اكتف يحصل انت عندك الحادة دية لو ما مش فهمها لدينا هنا ريسيبتور ثم خبطة فيها ريسيبتور ثم راحة مع النرفيس مع النرفات ثم راحة ريسيبتور سينتر تقول له ايه ستوب على كده يوقف على كده يقوم بدأ ايه سايكل جديدة لان الاسباريشن يحصل ايه باسف من غير اي مصل مش محتاجة عصاب يبدأ سايكل جديدة تفضل تلف بشكل منتظم انا بختبر زي ما قلت لكم هما تلات حاجات تلات حاجات اللي هما الريت والريتم والديبس اه وفي نوع الحركة والبتاع الكلام ده مش مش مطالب منك انا بقوله لك بس عشان لو اردت فيها كتاب تعدى تقول انه مالهوش اول نقط عندنا ريت زي ما قلنا 12 الى 20 ابتو 20 مع الشيست ابتو 18 يعني في اغلب الاقسام يتفعوا على كده ولكن الخاليات 12 الى 20 ماشي 12 الى 18 ماشي مش تفرق معك كتير لاب نورمل اكيد يزاد حاجات تكبنيا لو قلنا حاجات تكبنيا برادي ابنيا برادي يعني قليل ابنيا جاي من نفس وابنيا يعني النفس هيوقف اكثر من 20 الى 18 قلنا سيحصل لها دي بريشان امتى الكالوزيس بحصل لها دي بريشان مع الهايبو سيروتزم لان السيروت كان هناك مع الاسبراطور سنتر دي بريشان انطري الى دوازي على الكحيل والمورفيا والسينيست ابريسان عامة التكبني قلنا اكثر من 20 الى هيزودها قلنا السيروت عالي سمستيك درايف عالي في حالة الاجزرشن الى فيه زي ميزات كل حاجة النيمونيا ده مشكلة تحت يعني ده مشكلة الى استيميليشن هيبقى من تحت المريض محتاج الى اكسوجين كتير مثل ما اتفعنا المرة اللي فاتت انت عندك هنا مثلا الاكسوجين جيه على الهتة مثل هذه النيمونيا ميخليها جزء من هنا مششغال فانت محتاج تزاود الريت ومحتاج تزاود الدنيا والشغل كله عشان الجزء ده يقدر يقدر الوصيفة نفس فكرة الريت بتاع الهرطة مزاد عشان يكفي في حالة الهايبوفوليميا العشرة العمالة اللي كانوا من اللطوب والنفس الحوار انت محتاج الجزء ده يقوم بوظيفة الجزء ده كله فانت بتخليه اشتغل اسرع اتمنى يكون الجزء ده واضح هاوتو متجر هاولها لك دلوقتي بس خلنا نتخلصهم كلهم الريتم اقول لها نورمل اللي هو ريجلر انت خدت انسبايريشن كان تلت بعدين اكسبايريشن تلتين تلتين السايكل يعني عمثلا بعدين يخش في بوظ بعدين يبدأ يعيد تلت بعدين تلتين بعدين يخش في بوظ على مدار دقيقة بياخد كام ناشر لعشرين او او اتناشر لتمنتاشر نورمل ان السايكل تتكرر مرة وراتانية بشكل irregular بشكل irregular عندك مشاكل كل واحد يدل على مشكلة انا كتب لك بس اسمين ولكن انت مش مطالب تعرف ولكن ده على سبيل المثال حاجة اسمها كينستوكبريتنج كينستوكبريتنج بالشكل ده يبدأ ايه يبدأ يزيد يبدأ يزيد يقل تدريج يقل تدريجي يقل تدريجي يقل تدريجي بعدين يحصل بوظ يقل تكرر نفس السايكل مرة تانية يقل ت Lilith يقل تدريجي يتكلم يقل تدريجي يقل تدريجي كما تقوم بمزاجه على هذا البي inconveniente لا تبعك فلنحنك بشكل منتظم لكن تقريبا كنت بسبب ولكنه مختلفا كبير تقريبا كل شيء بين خطر حاجة عشوائية تماما الدبث هو المقدار المقدار الذي يحدث به او الضيفران ينزل به والنورمال هو افريج وده غالباً هذا الذي يحدث ابنورمال يسمى هيبريبنيا انا اكتب لك هذا الكلام لكي تفهم انه يسمى هيبريبنيا 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 ديب ورابد فاسباب الرابد هي نفس اسباب ايه ديب زي ما قلنا الاسيدوزيس يتنشط الريس بريبنيا الثلاثة المثلة على الاسيدوزيس اليوريميا في مرضى الكلا يتراكم عندهم الكريتينين يتراكم عندهم باية الاسد زيكولا سواء كان يوريك اسد سواء كان اي اسد في الجسم المفروض يخرج عن طريق الكريا يتراكم في بحث الاسيدوزيس الديكي ايه في مرضى السكر يتراكم عندهم ما اسمها يسمى الضائبة كيتو اسيدوزيس يتراكم عندهم الكيتون بادس كوزمول بريثين كوزمول بريثين يتساوي كلمة باندرابد بريثين يتراكم عندهم بفرقة عن طريقة اسمها لا تشم ريحة اسيتون نتيجة كيتون بادس سيأتي قدام في الورال كافتي كوزمول بريثينج هي نفس المعنى السلسلات السلسلات السيكو جانيك المريض الذي يكون لديه بانيكاتاك يتنافس بسرعة جدا 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 هو الهيبوبنية هو الانتلاك سواء تحت في البروتينيام سواء في البلورة سيقفل الريسبراتوري سيكو ويقول لي ابدأ لسيكو جديد الالكالوزيس يقفل الريسبراتوري سينتر الانتلاك هما نفس المورفين والالكوهوليزم الموضوع سهل نفس الأسباب هنا نفس الأسباب التاكيبنية الهيبوبنية فالموضوع كله في بعضه لا يوجد أي مشكلة نرى هناك نقطة مهمة من شرعة جدا وهو تقفل الريسبراتوري المريض نفسه لكن الريسبراتوري يمكنك توقف نفسك ممكن تسرعه ممكن تبطى فإنه انه تقفل العين فإنه تحاول تخيير العين لمن شرعة جدا وتقفل الريسبراتوري فإنه على الصورة هنا نفس الشيط ينزل فإنه تحسيرها واحد يعني ان تعد عدد السيكل طالع نزل لده واحد طالع نزل اثنين تعد من البطن تعد من الشيستم المهم انت لو معك ساعة مثلا تبص في ساعة وتمسك درقة يعني هنا المفروض لا تستطيع رعب اكنها تحس البلس ولكنها تعد رسپاراتوري ريت عينة على الموبايل وده غلط المفروض عينك على بطن العين عشان تشوف الحركة المهم انت بتعمل نفسك تحس البلس ولكن انت تحس رسپاراتوري ريت يعني انت مركز مع البلس بيدك ولكن انت عينك كلها على بطنه او شاستو تشوف الموفمنت وتعد ريت بتاعه انت غالبا في المتحام شو تعمله ولكن هو شوفك بتعمله ازاي يعني هو الاغلب في المتحام شوفك انت بتعمله ازاي ازاي انت بصص فين انت مسك البلس ولا لا اذا انت بتعمليه تقول له بعمل دستركشن للبيشن بشتك البلس عشان ما يأخد شباله تقول ليه انت لم تعملش كده في البلس يقول ازاي ازاي ممكن يتحكم فيه على عكس البلس لا يتحكم فيه بس كده الاغلبة خلص معنا اخر واحد من الويتل ساينز اللي هي درجة حرط الجسم النورمل بتاع درجة حرط الجسم واننا من 36.6 ل37.4 تقاسه ازاي عندك اكتر من طريعة عشان تقاس التمبريتش عندك الأجزيلاري هو الترمومتر تحط في الأجزيلة زي هنا في الصورة ولكن الأجزيلاري بيقى قليل من درجة حرط الجسم نص درجة تزاوض علي نص ما هو أجزيلاري نص درجة تدرجة تقاسه ريكتل اعلى من درجة حرارة جسم نص درجة تقاسه تقلل نص درجة اوال نفس درجة تقاسه نفس درجة الاغلبة فمش بتعمل فيه سطل التمبريك تزاوض علي نص نفس الكلام انت عملته مع التمبريك تزاوض علي نص يعني انهم اثنين جميع هنظر نفتزاع مع الافتنين تزاوض عليهم سواء كان التمبريك ودقيق الاخزيلاري الورال لا تزود على شيء الريكتل تحت نقص منه فريكتل يعني تقلل منه نص فالتمبرتشر يعني امرها مفهوم انت بتسأل فيها نظري في الجدول ده بالذات مش هتتسأل يعني مش هخليك المهم برده ممكن تحطيه على جراف زي ده انت عندك النورمال انه من 36.6 إلى 37.4 عندك اكتر من رقم مهم عندك في التحت هو ما عندك اشغال رقم واحد مهم انه 35.5 هذا اللي يفرق عندك ما بين حاجة اسمها سبنورمال تمبرتشر ومن حاجة اسمها هايبو سيرمي هايبو سيرمي ديت يعني ممكن نقول حاجة امرجنسي لازم تتعامل مع المريض فوقتها لانه حاجة لايب سيرتنينجي لازم تدفيه بالنسبة للفوق وده اكتر حاجة بتقبلها طبعا المعرض اللي يحصلهم سخونية وليل جدا ما تلاقي مريض تمبرتشر بتاعته الليلة معده في حالة الشوك لو اي فانها مركزة المهم فوق 37.4 عندك ثلاث ارقام مهم 38 39.5 40.5 بعد ثلاث ارقام صالة 1.5 واحد iemand والعلى sand gave 1.5 1.5 340 إلى 48 300 vitiro 3730 Nissan 750 Über C ��� our baryx مثل نفس الكلام الذي قلناه على الهيبوثيرميا هو نفس الكلام نوع على الهيبربيريكسي وهي حاجة LIVES RETENING يجب أن تبرده والطرق التبريد لسه تأخذها قدام ويجب أن تبرد الهيبوثيرميا المهم كما ملخص انت قلنا الطبيعة عندك من 36 و 36 إلى 37 و 4 أقل من كده سبنورمال تمبريتشر لعد 35.5 تحت 35.5 سبنورمال تمبريتشر سبنورمال تمبريتشر سبنورمال تمبريتشر سبنورمال تمبريتشر سبنورمال تمبريتشر وفي الهيبربيريكسي والهيبوثيرميا والهيبربيريكسي الهيبربيريكسي هذا هو أشهر سبب يعملها حاجة مثل ضربة الشمس أو هذا هو أشهر سبب يعمل هايبربيريكسي هذا هو يبوض السنتر تنظيم الحرارة المهم كده خلصنا الهيطر ساينز عرفنا كل واحدة فيهم بانيسها ازاي والكلام ده كله ما بعد ده مجرد ان انت تعرف الساين زي ما عملنا في الساين بتاع نيوتريشن الستيتوس انت تعرف الساين دي بتاع ايه دي بتاع ايه ودي مشوهة فيه هناخد منه الهيطر 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 مفروض تفعص كل حاجة في الوش انت اول حاجة نظرة عامة كده انت حاجة اسمها الفيشز الفيشز بتاع العيان او الشكل بتاع العيان الشكل ده في اشكال مميزة كده لبعض الامراض انت تشوفه ترى ان تشخزه شابه حاجة في الاول خالص نحن نلقى الابيرانس بتاع البيشن انت تلاقي في حاجات هنا متقررها هنا وفي حاجات متقررها هنا فهي فريتش كتير سواء الدكتور ايه يبدأ اعمل اجزامنشن للبيشنط من الاول خالص فانت هتقولها في في ال general overview الذي هوا ال general appearance by patient في الاول في الاول خالص او في بعض الحالات حيامل أهود اكثر hyd nghĩ's examination ده اقصر geo فانت محتاج تتواجل ايه الفيشر نفس فق blanket ط unterstüt باتناك فضى عمل الإجزامي لبالور سوف تواضع الإجزامية للجوندس من خلال السكلير باتناك فضى عمل الإجزامي للسيونوس من خلال اليوم أو تمام الإجزامي والأير هذا كله موجود في الفيس فأولاً إذا أقوم باتناك فضى عمل الإجزامي للهد أيضاً يجب التعامل إلى الكمبيل معك ولكن إذا قامت بأولياً فمقاً بالمهم أننا كنتم تكمله نحن نکم ببطئنا بالاقصة بعد ستبدأ للأول الهير الهير تنزل عند الآي براو والآي براو تنزل عند الآي اي الاشيز بعدين عندك نوز بعدين عندك كورو الكافيتي عندك اير كل حاجة موجودة في الجسم عندك البروتد بروتد جلند المهم يجب ان اخذهم واحدة واحدة اول حاجة في الفيشز انت عندك في الثيرويد جلند الاثنين ابنورمالتس كل حاجة فيهم لها فى مميزة جدا عندك الهيبو سيروتزم السيروكسين يعني بل وعندك الثيروتوكسكوزس اما الثيرويد هرمون بيزيد هنا انت تشاهد او ستيرينغ لك بتاع الباشنة انت تشاهد ان يخوف ده يعرف شيء في العين هذا التخصير التخصير احمر بيعرف كتير عين الخارجة يجب ان تحظ في العينين لاننا نجد اكزوصالمس هو ده الهايبو سيروتزم الهايبو سيروتزم على العكس هو مريض ضل انه مريض بائس من الآخر باستيك بافي ايلد بافي ايلد بارضه مهم جدا يعني انت بافي ايلد المواد ده كلها الميوكوبوليسكارايدز وهي اللي تعمل مكسيديم وتخلي الجسم كله بيورم الكوشنج الاسترويد 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 باسترويد انت تعرف الاسترويد من ضمن الاسترويد تصبح الادرينالكورتكس وتزيد معها فهي ادرينالو لايك افكت فهي تعمل هيرشتوزم وتزود الشعر الموجود في الجسم والشعر في الاماكن الاندروجيندبندنت يعني ليس الشعر الراس والاماكن الاندروجيندبندنت يظهر عند الميل لا تظهر عند الفميل اكروميجالي ولكن في كلمة هنا لا اعرف المنفيته اللي هي البروجناسيزم يعني ايه بروجناسيزم يعني الفك بتاع العين طالع لقدام يكبر لحد ما يطلع لقدام كلمة اسمها بروجناسيزم اربعة مثالة اخرى باركنسوليزم او الشلل الرعاش ما عنده اي تعبيرات في وجه نتيجة الموضوع من الجزء المسؤول عن باية اي موضوع خلاص الدرب الثلاثيمي وحم الثلاثيميه اسف نوع عن البحران المتوسط من الحاجات التي اتكلمنا عنها المرة التي حابت في فكرة زواج الأقارب و اتكلمنا عليها في وجهات ثانية انه احدى من هيموليتك أنيميه لما كان تزيد الموضوع عنها هيموليتك جوندس فهذا من نوعها كورونيك هيموليتك أنيميه لنبدأ أنيميا أنيميا تكسير الدم لأي تكسير عن دائم من المهم أنه يأناميا يضطر على الجسد لتكسر يجب أن يعمل أسرع فالبون مارو يعمل في وج함 ومن المنمس لتعلم بالطبيعة عندما يسرعون بون مارو للنمس وفي الـمام يكون ماما وفي حالة إختلف يعني في الـمام المنمس فموجود هنا في الزيجوماتيك في الزيجوماتيك بون بيحصل لها اكسبانشن موجود هنا يحصل لها اكسبانشن في كل ما جاء في الفلاد بونز في السكال يحصل لها ايبر اكتيفتي فالسكال تبدأ تكبر يعمل حاجة ما من جولويد فيشز كما انت شايف كده شبه الثاني بتاع الدون الاثنين يخش مع بعض في دفرينشال دياجنوزيس ولكن ده مولود كده ده المتلازمة دون سندروم او لو عنده كروموزوم 21 متكرر ثلاث مرات ولكن بتفرق ده مولود كده اصل ده مريض كان نورمل ولكن انت عنده هموليتك انيميا ثلاثيميا البون مارو شتغل كتير بحتاجنها لدم بالهيستور انت بتعرف اصلا ان ده مانجولويد وده دون المارفان سندروم ده برضه حاجة مشكلة في الكروموزومات البيشنت بيبقى طويل جدا جدا عنده صعبة وطويلة جدا عنده مشكلة في كونيكتف تشوف بتاع جسمه كله ايا كان المكان عنده مشكلة في كونيكتف تشوف تلاقي صعبة اصلا طويلة كده صعبة رجله طويلة دراعه طويلة عنده الاسبان ما بين دراعه ورجله فيه مشكلة المهم انت شايف ده الخصص بتاع وشه اصلا طويلة كم وعريض كل حاجة فيها اصلا تبقى طويلة في جسمه دراعه ورجله ووشه كل حاجة طويلة مهم كده خلصنا جزء الفيشيس هنخش بعدها تحتها على طول الهير الهير ويعني انا مش عارفش معانا جات عندكم في الجزء في المحاضرة وركزت عليه هم جزئين مركز عليهم الهير وجزء بتاع الأورال كافتي فالهير ايجزامنية هي قلت لك انت عندك نوعين من اللوبيشيا 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 الي هو تساقط الشعر في النوع اسمه نونسكارينج اللوبيشيا ، لانه حصل فيبروزيس ونوع اسم السكارينج يعني حصل فيبروزيس النونسكارينج عندك 3 كلمات اللوبيشيا رياتا ، تحاجه منعيه بتحصل لوحدها سكالب ، رينجبورن ، تنيا كابيتس ممكن تكون عدتها الكلمة الثانية في مرحلة من حياتك تانية ده مرض فانجل انفكشن بيجي في اماكن كتير في الجسم على حسب الكلمة اللي بعدها يعني لو جي في الجسم عمتها بنقول تانية كوربوريس كوربوريس من جسم تانية كابيتس كاب من راس فهو بحصل في الراس تراكشن الالوبيشيا تراكشن يعني شد فهي الالوبيشيا بتحصل نتيجة ان حد يفضل يشد الشعر كتير زي البنوتة دي المهم ده كده اسباب نانس كوربوريسيا محصلش في ايه فايبرستيشو فممكن ممكن تتعالج ممكن يطلع تاني لها حل النوع الثاني لانس كوربوريسيا حصل فيبروزيس فدي خلاص حصل ديستراكشن للهير فوليكل لانتعرف الهير في عندنا فوليكل بعدين لفوق فالهير فوليكل ده اصلا اتضمارت خلاص اتضمارت بقى نتيجة ان انت عندك بيرن اتحرقت انت ضمارت انت عندك رادياشن حد تعرض لراضياشن رادياشن زي زي البرن تقريبا الليبويدا ريسيما دي اكتب جنبها كلمة كده اكتب جنبها عارف سيستيمك لوبوس ريسولوماتوتوس اللي اخدناها المرة اللي فاتت لها زي بالحمراء دي نوع منها ولكن يحصل في الوكاليز بحصل في الاسكن بس لا يحصل على سيستيمك دي هنا سيستيمك تأثير على سيستيمك الجسم كله دي بتحصل في حتة معينة من الجسم اللي عليها ديسكويد لوبوس ديسكويد عاملة زي العملة المعدنية كده مدورة توقع بحطة اخوضها هذه شبهها دي بيرن بس هنعتبر انها دي مثلا ينقف مدورة قبلها في فيبروسيس ويحصل في فيبروسيسל المهم بالاخر الالتجهز يحصل في في الهيرفوليك والاتبوس في فيبروسيس لا يصدر على بشكل نفس سيركويدوزس أعطيت انتخذ مرض زي بي او تيوبوركلوزيس ويحصل على نفس التيب و لكن مع اختلاف هنا هنا فيش اوSa هذا يحدث نتيجة أن الجسم يهاجم نفسه سيكون جرانيولومة جرانيولومة عبارة عن ماكروفاج عبارة عن تشو ديستركشن جرانيولومة تتكون في الجسم في المكان الذي يهاجم الجهاز جرانيولومة تحدث في المكان في الشعر أما حصلت هنا حصل في بروزيس كما حصل في تيبي بروزيس ويحصل في المكان في تيبي المهم أن تحدث أن الهير فوليكي حصلت ديستركشن ومداخل هنا تكلمنا أنهم ثلاثة أنواع علوبيشيا رياتا سكالبرينجورم تركشن علوبيشيا بيرن رادياشن ديسكويدلوبوس ساركايدوزيس بعد أن خلصنا الهير سننزل تحتها على الهيلد الهيلد لا يوجد أخرى ممكن تجد فيه يوجد عين العين منفوخة يوجد لون متغير موجود في الهيلد هذا الصفر يوجد زنسلازمة 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 نتيجة حصل تراكم للكوليستيرول في المكان في المرضى لديهم هايبركوليستيروليمي أسباب البافي أيضا سبب مشهور جدا 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 مرضى لديهم فشل كلوي يحدث تراكم للماء في جسمهم نتيجة الماء لا يريد أن تخرج ولكن أول مكان يتراكم في الماء في حالات الرينا يتراكم في الهيلد لأن الجلد يكون سنة مجرد أن تشده لا يوجد سبب كثير من السفات لا يوجد جلد سنة يتراكم في كمية مصغر ويظهر حصل للماء نتيجة تراكم المادة نتيجة تراكم المادة التي قلنا عليه أنجين يوروتيك أديمة وكذا ترى كثيرا في حياتك أو عدت عليك كثيرا الطبية التي لا ترى في الحقيقة ايوجه مهزة مثلا يحن مهزة يضرب ويضرب نتيجة كرونيك كف يوجد يكون ذا كابل يجب أن تقوم بردو ورم في الايلد حاجة لديه هو كالبقى سوبروفيناكيفا يعني زي ما كانت المرة فاتت كان كنا في ايه في البلثورة بردو سوبروفيناكيفا متأفل هو هو اللي بيحصل بيعمل درينيج الكل اللي فوقه ده ما عادش بيعمل درينيج الديني قفلة فالي يفدأ يرشح نتيجة ان البرجر جواهز زياد اللي نقولنا عن اسمه هيدروستاتيك بريجر فخرج لبرة مياه المايدات الرقمات في الايلد عملت بافي ايلد المايدات الرقمات في الدينيج لا يوجد اكسودات وخلايا تتراكم ويخرج مياه المايدات الرقمات في الدينيج يبدأ يحصل معايا يديما ثم ننزل على الاي الاي يأخذها من فوق لتحته ونتنازل أيضا الايبراو نفسه عندك الايبراو لا يوجد غرصة واحدة مهمة جدا عندك الاوتر سيرد في الايبراو يحصل له لص مرضين معرفين بالاسم هم حاجة اسمه الابروسي أو الجزام أو الهايبوسيروديزم هذا الايبراو يوجد حلقة مشهورة جدا في فيلم حتى دا كترة لم يكن أحد يضرب مثلا لا يوجد هذا الايبراو في حياتك في بريمف هارت الرجل الذي كان أبر الشخص الذي كان عايش في هذا الجبل المهم المرة الثانية هو الهايبوسيروديزم لكي نخرج من الموضوع هم الاثنين دول دول السببين الذين يعملون في الاوتر الثالث وفي الايكزام هناك سبب ثالث أتمنى ما يعرفه هو سبب بسيط جدا 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 ما يعرفه يقوله في الكومنت وانا لو حد ما ردش لو حد رد عارفه وحد ما عارفه سأقوله في الفيديو الجاي بس اتمنى ان تتكلموا في كومنت هناك سبب ثالث مهم جدا وممكن يبقى هو أشهر سبب أصلا وهو سهل حاولوا تفكروا فيه المهم سننزل على الاي عندك كاتركت الماء البيضة الماء البيضة الماء البيضة التي لديك اللينس بتاع العين عندك العين كده كده فيها عدسة او لنس اللينس دي يبدأ يتراكم فيها حاجات تبدأ الطبوز اللينس المفروض شفافة تراكم فيها المواد دي بتبدأ تبقى اي بيضة ونرى ما يبيضة زي هنا ديت اي كاتركت سبب كونجنكتايف الهيمرج انت عندك ادى يا سيدي ادى العين العين ودى الاي ليد فوقه خارج من نشاع الاي ليد بيبطن من جوه هنا وهنا كورنيا انت هنا عندك اسمها كورنيا حتى اسمها سكليرا دي كورنيا بيبدأ يخرج من هنا كونجنكتايف انبطنا لده وانبطنا ايه لده انبطنا للجزئين دول للسكليرا وانبطنا للإنر سيرس تاع ايه تاع الاي ليد فكونجنكتايفا دي فاصل هي ما بين هذه كونجنكتايفا وده السكليرا فيه دم تراكم في الحتة دي الدم ده ممكن يحصل لواحده اسمونتينيوس النتيجة اونا نتيجة لحده تعرض لتروم اسمونتينيوس حد صحيح من انهم لا عنده الشكل ده وده بتحصر كتير جدا مرضى الهايبرتنج او مريض عنده اصلا سيولة في الدم عنده بلاتيج تندنسي بعد تروم حد خبطك في عينك حد ضربك على عينك ده يحصل برده نتيجة الهيموجية النوز والإيري ليس من الحاجات المهمة انت بتتعليق عليه في الإجزامريشن يعني انه يوجد دي فورمتي في الاثنين دي فورمتي في النوز حد اصدل النوز تحصل مع السيفرس اللي هنا بليدنج في الاثنين حد انه بستاكسس وليسا عنده بليدنج بعدين نقطتين ثانين مهمين حاجات زي النوز النوز تحصل مع السيفرس مثل مرضى الالتهاب الريئوي محتاج جسوجين كثير محتاج يشغل الجهاز التنفسي محتاج يسحب هوا من بره كثير فتلاقيه الـ الانيزاي اللي يتعندك النوز تبقى كده الاثنين اللي بره دول اسمه الانيزاي فالانيزاي تلاقي تنافقه البره كده عشان يسمح ان يدخل هوا كثير الاثنين زي العضر عماني ينتفقه ويقفل ويقفل الانيزاي سنرى الجاوت توفي الجاوت الانيزاي النقرس الجاوت النتيجة تترقم شيئا اسمه يوريك أسد يوريك أسد يوريك أسد ده يقفل رح يمسك مع السوديوم يعمل اللي هي ما اسمها السوديوم مونو يوريت كريستالز هتقول لي ما أنا عارف ان النقرس ده يروح يحصل فين في المفاصل مرض في المفاصل خاصة في الصبع الكبير تحفل ما اقولك ده حي ولكن ده في الأكيوت يعني ده بيحصل في الأكيوت ولكن على مدار الزمن هذه الكريستال تتراكم في شوز مختلفة من الجسم في حتى تحت الجلد يوجد طفايا في الجسم أو في حتة مثل الإير يوجد طفايا الهيزة التي ترى وهو أشارتات لها مثل التبشير أصلي يعني هذه تبشير فعليا أنت لو أشارتات لها بيضة مثل التبشير أو مسفرة قليلا بعد ذلك ننزل بعد الإير والنوز نضغط على أورال كافيتي بعد ذلك قربنا نخلص أصلا الأورال كافيتي وبعدها البروتد وخلاص على كده هذا الفيديو لا يوجد طويل ولكن سأقوم بعمل أورال كافيتي في الأورال كافيتي يوجد لبس لبس يتعلق فيها كما تفاكر قبل ذلك سواء كان لديه نتيجة ريبوفلافين ديفيشنسي نتعرف اسمها أو نرى البالور من نهاية الداخل أو نرى السينوس من بره البريفرال سينوس ثم يوجد جينجفة ثم يوجد تيث ثم يوجد طانج والميوكس من برين عمتاً الذي يبطن للبؤ أول شيء نأخذها الأورال ميكوزة يمكن أن تجدها أسباب الألسر أي أسباب الألسر أفصوص الألسر هذا شيء يحدث من غير سبب ومستكومي يمكن أن تقول أسباب أنها تحصل تروما نتيجة تعضيت شفتك نتيجة أنك كرونيك عندك سن مسويسة أو سنة لها سن كده تفضل مع الوقت تفضل تفضل تتعمل إيريتيشن للجزء تفضل أولسر أو مرض أخذ دواء جاويت تيزيز حيث اسمه إنفلاماتري باول ديزيز الذي لا تعتقد أكيد سأعرض عليك في البسولوجيا أين كان كرونزي و الثاني 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 يحصل في مكان واحد كل شخص يوجد بسولوجيا مختلف عن الثاني والكرونزيز يوجد في كل مكان في جاويت تيزيز حيث تفضل أول كابتي فهو سأعرض أكثر 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 إنه تكون إكسكلوسيف مع كرونزيز لأنه يأتي في جاويت تيزيز من بداية الأخرى الثاني الثاني مرد جامبل وهو تجد المكتوب عندك السيليك ديزيز السيليك ديزيز مرد مناعي برضه أعيان عنده حساسية من الجلوتين الجلوتين هذا الموجود في الأمح فهو لا يمكن أن يأكل عيشة في الأمح جلوتين فهو يضطر أن يأكل جلوتين روماتولوجي روماتولوجي هو أمراض منعية تحدث في كونيكتف تيزيز منهم باستيزيز 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 في أماكن مختلفة في الجسم أكثر مكانين يحدث فيهم ألسر وهو الأورال ميكوزة أورال ميكوزة إذا كنت لديه ألسر في الأورال ميكوزة بشكل متكرر يجب أن تسأله في الهيستوري خط حالة ميكوزة من البلوزة بشكل متgementن من الميكوزة يظائل نوع هذا مراض ماجهوزة في أساس مراض مciones يقوم بسبب سبق روماتولوجي بدلاك سواء م Institute روماتولوجي هو فى مستمر المهم يعني هذا الرئيطر ديزيز يحدث منه ألسرز في أماكن مختلفة من الجذب منها كما كنا نجمعنا دائما كأنها اسمها he can't see P or climb the tree climb the tree هو بطلع بأيده وعنده مشاكل في ضغوفرو بايزة P لا يمكن أن يتبول إنه لديه ألسرائشن في ال في الجنة التراكت برضه و C عنده مشاكل في عينه وعنده ألسرائشن بتحصل عنده في عينه وهنا زي ما نرى يحدث ماوس ألسرز فهما أربع شيئا بأسئلة في الرئيطر ديزيز أنا يهمني أنت أعرف كل هذا لكي تكون لديك فكرة فقط يعني رئيطر ديزيز ولكن هو بحصفين في الأورى الميوكوزة بعدها لدينا الجم Hyperthrophy يمكن أن تحفظ الأسباب أنا مجمعها في كلمة اسمية يسجل يعني وضع لك صورة لويس سوارس لا أعرف أن تفتكر بها أكثر من ذلك لويس سوارس يسجل المهم أسباب دي تجنج في الهايبرتروفية يشاهد Hyperthrophy المهم أسبابها يسجل في نيطاين ويعالج الإبليبسي تحصل لفسيولوجيا تختفي ثاني لو فيها التهاب أي التهاب يعمل إدهيمة مثل محلات السموكين واللوكيميا سرطانات الدم تزيد بأعداد فلكية حتى تذهب في الدم تستعمل الانفلتريشن تستعمل الانفلتريشن تستعمل الانفلتريشن مما كان في الجسم من هم الليفر والسبلين وغيره 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 كده نحن أخذنا ثلاث صين عندنا هي كما اتفاقنا في المرة التي تحدثت اي بيجمنت عندك في الجسم اما بيجمنت طبيعية وحصل فيها مشكلة زادت اما بيجمنت جاء من بره ورحت حصل لدي بوزيشن هنا متقسمين لثلاث حاجات بيجمنت الطبيعية الميلانين حصل فيها مشكلة التسجيل 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 و تصبح متلازم متلازمة من التسجيل التسجيل يحصل السرطانات والتسجيل و يحدث معها بيجمنتش ممكن تقول الميلانين لكنه مش متنظم ولكن مثلا انت عندك الميلانين سلسطة يجب ان تنظامه بالشكل مثلا على سبيل المثال نفس العدل هم واحد اثنين ثلاثة اربعة اخمسة برضو نفس العدل هكذا فتجد شكلهم ظهر شكلهم غريب يعمل بجمينتيشة مثل الرمل عندما تحط بشكل منتظم يعمل ازازة كما يعملون في صناعة الازازة وغيره في حاجات كثيرة انت تضعها بشكل منتظم لا تبقى باينة وكذا هو في نفس الموضوع بالضبط حصل تغير في الترتيب ويجب ان تظهر بشكل غريب ماليجننتي ملانومة ماليجننتي ملانين سيلز ويحصل فيها ماليجننت بورليفريشة ماليجنانسي مثلا معلومة لك لا تكون ماليجننتي ملانومة الوحيدة هي ماليجننتيومر ماليجننتيومر البيضاء هو نيفاي هذا هو الهدسون عكس الكوشنج الكورتيكوسترويد قليلة ويجب ان تكون مماهد هذا هذا الجزء عندك تحت كليا كليا فوقها اسمها الادرينال جلند كورتيكس كورتيزون كورتيزون يقل كورتيزون 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 نحن 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 نخلق الملانين تحتوي على البيجمنتية هذا ما يحتاجه من المتعرفين في الجزء يبدأ الآخر على السابقة هم ثلاثة هناك ثلاثة يقوم ببرد الجسم و يعملون ذائق الجسم و هم جميعهم الشيطين افسي الهيفي متلز الى ايرون ايرون ايضا يعمل كدوة الى الهيئين ماخدد اردواء الى قريب مضع دولة التلاثة سواء كان ليد ابيسمس او ايرون الى الى قوة رصاص لكن هذا ايضا لا يأخذ رصاص في اي حاجة في الناس و هناك ادوية مثل التمالاريال مثل الى دولة حبوب من الحمل الى اردواء هذا يعمل براون الهام وهذا يعمل بلو جري في الهرد بلد هذا يوجد بعض صور يمكن أن ترى هذا الاديسون الاديسون يعمل برون بجمينتيشن أغلبها على فكرة في الطنج أو في الميكوس من برين عامة هذا الميلانومة ميلانومة على فكرة من هايلي مالجنة تيومة يعني هذا المريض يموت بعدها بفترة قريلة جدا هذا البولز جيجر سندروم أيضا يوجد هذه الأشياء موجودة من الوصف صغير هذا البسموس هذا البسموس يعمل بردو بجمينتيشن فقط أغلب الصور كده خلصت هذا كانت صورة الافسوس ألسر لو حد كان محتاج يشوفها هذا صورت على فكرة بيهست ألسر فقط ثم نبص على تيت والطنج والأودر سري أودر مهم عندك تشمون في بوئي البنايات أسيتون أودر تحصل مع دك ايه الأمونيا تحصل مع اليوريميا نتيجة نوع اليوريميا تحصل مع اليوريميا تحصل مع اليوريميا تحصل مع اليوريميا هنا تحصل مع اليوريميا تحصل مع اليوري بكترية. لو كانت تيومر. لو كانت معكم بكتيريا.. part of the abscess نحوظ أحساء بحضور زلاح في محمات الكوفية فعلا نحوظ أحساء weighted Falls Blech المبانيس المنظر بالأجمع التشو сок promote بسب Federally desarrollo عن بطلة الأول إذا لا يعدون إلى دائس يحدث حيبو بروتينيوميا يحدث حيبو بروتينيوميا يحدث حيبو بلاترال بروتينيوميا وهذا هو الميكانيزم الذي يعمل بقى examination سيبك د يجب أن تثبت ثمب تحت تمسك المندبل وبإيديك الذي فيه تبدأ تعمل تحسي بروتين هذا هو الموضوع طبعا سوف ترى فيديوين صغيرين عن حد يعمل examination و حد يعمل بلاترال حيث ايه هذا شيء مهم جدا تتعدي عليك في حياتك هذا البلس كما ترى هنا يكون هناك أيد وهو يشعر بروتينيوميا يشعر بروتينيوميا هذه الأيده الأيده الشمال ويوجد أن يكون هناك أيده سوف ترى في الآن يمسك بيده الاثنين لكي يرى الاقواليتي هنا كما ترى في الاتفاق يحس الراديل وقفل هنا لكي يقفل اللجام لأنه يقفل الألنر يقفل الألنر يعمل الأرش مع بعض نحيات الثانية أرى في الثانية لكي تمسك المسكة إيدك أو إيد المريض تحاول أن تجرب على أي أحد طبيعا ليس إيد المريض يمسك إيد المريض يمسك إيد المريض هذا كل ما تعمل في البولز سوف يعمل هنا لا يحتاج لكي تعمل لكي تتعرف عنه الفيديو الثاني فيديوهات قصيرة سوف تعمل فتاعة فتاعة سوف تعمل المريض سوف أحسن أعرف نعم كما انتفقنا كل شخص مناسب بالنسبة له ويضعها هنا تحت خالص سأقول لك أن أضعها أولاً إنشاء باب كيبتر فصل و تقريباً 1.5 سنتي سوف ترى هنا الخراطين موجودة على الميدال لكي تكون فوق البريكير سوف يقوم بعمل أسكالتاتوري سوف يقوم بإيضا يرفع لحد البلس تحته يجب أن يختفي وإنه يكون هناك البلس ثم يبدأ يفك ويبدأ ينزل ويشوف السيستول والديسطول سوف يقوم بعمل أسكالتاتوري هذه كانت الكورتاكوف ساون صحنا نتحدث عنها وخلاص اختفى يبدأ ديسطوليك بلاد بريشف أتمنى تكون الدنيا تماما وإنه يفهم شيئا يقول لي أنه يفهم وإنه يفهم شيئا يعرفني وإنه يفهمه وإنه يوجد جزء لا يفهمه شكراً وشكراً بكرة أو بكرة وإن شاء الله سوف أتأخر وإنه يطلب منكم شيئاً في نفس الفترة شكراً شكراً